موسيقى مساء الخير هلع السفرات أدى واجبه بيانات شبه موحدة زرعة الخوف بين اللبنانيين وكأن العازفة على وترها موسيقي سياسي واحد لكن التأكدات المضادة من قبل وزارتين داخلية والخارجية ولاحقا من استخبارات الجيش وضعت حدا للترويج الإرهابي وأعلنت مدرية الاستخبارات في الجيش اللبناني استمرار التحقيقات الأولية مع بعض موقفي الخلية الإرهابية وارتباطهم بإرهابيين في مخيم عين الحلوي وأكدت أن هذه التوقفات أتت لتدعيم الثقة بالأمن الاستباقي وهي مدعاة لتطمين الناس لا لترويعهم كما يعمد البعض من خلال بث أخبار مضخمة ومفبركة والمقصود من البعض هم سفارات روجت للخطر الأمني وأغلب الظن أن المنتج المنفذ إسرائيلي أعتاد زرع الألغام لسيما عندما يلمس أن لبنان قد بدأ يتعافى ويتقاطع الإنتاج الإسرائيلي مع بعض المخرجين في السياسة اللبنانية فيتحول البلد في لحظة إلى قندهار لكن الأمن الاستباقي يلغي كل أفلام الرعب المصطنعة ويضع حدا لترويجها أما إذا كان لدى السفارات الغربية أي معلومات مؤكدة عن استهدافات أمنية فما عليها إلا التنسيق مع الدول المضيفة وأجهزتها الفاعلة على طول الحدود قبل أن تنشر الرعب بين رعاياها ورعيانا فمعلومات السفارات تصبح إخبارا متى صحت دقتها وتتحول إلى أخبار كاذبة متى استندت إلى جواسيس إسرائيل فكفوا أنباءكم عنا ما لم تتنبأوا واحتفظوا بتقاريركم إلى دولكم وأكثروا منها لأنها في نهاياتها ستصل إلى موقع ويكيليكس لبنان الخارج من شائعة احتفى اليوم بجنوده الأحياء والشهداء فأقيم حفل تكريم في ثكنة رياق العسكرية أعلن فيه قائد الجيش العماد جوزيف عون أن سلسلة التوقفات بدأت وسيجري إلقاء القبض على كل من تفبت علاقته بالاعتداء على الوطن ومؤساة لأهالي الشهداء قدم الرئيس سعد الحريري التعازي في مسجد محمد الأمين في وسط بيروت طالبا الهدوء في معرفة الحقيقة وقال أنا ابن شهيد وأعرف أن الحقيقة تتطلب وقتا ورأى أن أساس هدف داعش كان زرع الفتنة بين اللبنانيين ولا ننسى أين كنا وأين أصبحنا أما عميد أهالي الشهداء حسين يوسف فطالب بعدم المتاجرة بدماء الشهداء وقال لن نرضى بأقل من أعدام عمر وبلال ميقاتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر